ماذا يعني تشكيل قيادة سياسية للحراك الجنوبي؟ سؤال يأتي عقب ما عرف بإعلان عدن الصادر عن تظاهرة الخميس في العاصمة المؤقتة التي تمخذت عن كيان سمي بالكيان السياسي الجنوبي لا إجابة حتى اللحظة التظاهرة التي جاءت على خلفية قرار تغيير قيادة السلطة المحلية في عدن تعود هذه المرة بمضامين سياسية جديدة أبرزها تفويض المحافظ السابق عيدروس الزبيدي بإعلان قيادة سياسية لإدارة وتمثيل الجنوب مرة أخرى يحضر الجنوب في الخلافات السياسية ويغيب في المصالح العامة خصوصا مع جملة من الاتهامات وردت في البيان المنسوب لمنظمي الحملة أبرزها اتهام قيادة الشرعية وتيارات سياسية بعينها بالانقضاض على الشراكة السياسية واختطاف الشرعية الجنوب مجددا يبدو بين مركزين جديدين على مستوى الداخل بين عدن والمكلة تبدو لافتتين تلوحان في أفق المشهد الجنوبي حيث تبدو حضرموت أقرب إلى رؤية الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم ومساندة للشرعية بشكل واضح يظهر أن الحراكة في عدن وقيادة السلطة المحلية السابقة يمضيان باتجاه مختلف كما جاء في البيان الذي صيغ بأجندة تختلف عن أجندة الشرعية ومشروع استعادة الدولة في بعض المضامين على الأقل بين هذا وذاك يبدو مصير السلطة المحلية في عدن مفتوحا بعد أداء اليمين الدستورية للمحافظ الجديد عبد العزيز المفلحي ويرى متابعون أن مزاولة المحافظ لمهامه في عدن سيحدد مآلات الوضع القائم في العاصمة المؤقتة بين التحركات السياسية في الجنوب والتحركات العسكرية في الشمال ينتظر اليمنيون استعادة الدولة في لحظة ارتبطت فيها الدولة باحتياجات الناس في ظل تفاقم المأساة اليمنية منذ الانقلاب والاجتياح